الجيش المغربي يصدم البوليسايرو من جديد مرحبا معكم اوبل بيس باسل شوكي شاء الله تكونوا بخير يا جماعة و بصحة و بسلامة بهذا الفيديو رح نحكي عن موضوع هام جدا يا جماعة بهذا الفيديو رح نحكي عن الاحداث الجديدة يلي عم تصير قبل ما نبلش الفيديو لا تسفشلوكم بقناة فعلو زر الجرس نضل دائما على تواصل تحطوا لايك يا جماعة خلي الفيديو نتشارك خلينا نبلش الفيديو سورك قبل ما نبتدي بالجيش المغربي والبوليسايرو شوفوا هاي الصورة يا جماعة طيب شو شفنا نحن هلأ العلاقات الاسبانية المغربية مسمومة وعلى الملك الاسباني الاب التدخل لانقاذها سياسيون ضاقوا زرعا مما وصفوه بالركود في العلاقات مع المغرب والتي وصفوها بالضرورية والأساسية لبلدهم مطالبين بتدخل عاجل للملك الاسباني خوان كارلوس والتوسط لدى جلالة الملك محمد السادس من أجل تجاوز هذه الأزمة الصامتة فبعد أيام قليلة من إعلان حكومة بيدور عن عزمها وقيام بجولة استتراتيجية إلى دول أفريغيا استسنت منها المغرب خرج المحلل السياسي والمحامي الاسباني في مقال تحليلي يعبر فيه عن استياؤه مما تقوم فيه الحكومة الاسبانية سقل وزن المغرب في ميزان العلاقات الدولية لإسبانيا مع نظرائها بدأ جليا من خلال ما خطه المحلل السياسي الاسباني كارلوس في مقاله الذي اطلعت عليه أشكاين حيث وصفت العلاقة بين المغرب واسبانيا بالضرورية والأساسية لإسبانيا قبل كل شيء وأن هذين البلدين محكوم عليهما بفهم بعضهما البعض رغم كل ما يقع وتمهيدا منه لدور الملك الاسباني في ضرورة التوسط لدى جلالة الملك محمد السادس من أجل حل حالة الوضع أكد المحلل السياسي الاسباني نفسه على أنه من المعروف أن بيدرو لن يستقبله الملك المغربي أبدا حتى من وجهة نظر رسمي لافتا الانتباه إلى أن رجال الأعمال المواطنون الاسبان يفتقرون إلى التمثيل في المغرب ويتصرفون بطريقتهم الخاصة وبقدر ما يستطيعون مشددا على أن سفارة بلاده غير مجدية ويجب القيام بشيء ما وأن هذا الشيء في يد الملك خوان كارلوس فقط من المعروف أن بيدرو لن يستقبله جلالة الملك محمد السادس أبدا حتى من وجهة نظر رسمية يعني جلالة الملك محمد السادس لن يستقبل الملك الاسباني فهلأ عم يطالبوا المحللين أنه يتدخل الملك الأب لحتى يكون واسطة مع جلالة الملك محمد السادس وتنحل هاي الأزمة اللي صايرة هلأ بين المغرب واسباني واعتبر المحامي والمحلل الإسباني ذاته أن الملك الإسباني خوان لا يزال بإمكانه التصرف وتقديم آخر خدمة رائعة لإسبانيا باعتبارها اللمسة الأخيرة لعهده واصفا العلاقات مع المغرب بأنها راكدة ومسمومة وستستمر على هذا النحو ما لم تتحرك الرافعة الموجودة في أبو ظبي وتحقق التقارب مرة أخرى بين إسبانيا والمغرب لم يقف المحلل السياسي الإسباني كارلوس عن التأكيد على ضرورة عودة العلاقات لصابق عهدها مع المغرب موردا قوله أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا ضرورية وهي الأساسية لإسبانيا قبل كل شيء وإن أول ما يجب أن يفعل بيدرو هو ممارسة سياسات الدولة والتوقف عن الهراء مع حزب بوديموس وخلص المحلل السياسي والإسباني في مقاله إلى أن ضرورة توضيح الموقف الإسباني مطالبا الملك الإسباني إخوان بالتوسط بالعلاقة الإسبانية المغربية وأنه في غياب هذه الوساطة فإن إسبانيا محكوم عليها بعدم وجود أي علاقة مع جارتها الجنوبية علما أن هذه العلاقة أساسية لها شا اللي منفهمها لأي يا جماعة؟ نشاطاء وسياسيون إسباني عم يطالبوا الملك الأب الإسباني أن يتدخل ويكون واسطة لحتى جلالة الملك محمد السادس يقبل وتنتهي الأزمة بين المغرب وإسبانيا اكتبونا بالتعليقات شو رأيكم بهذا الشي اللي سمعتوا يا جماعة خلينا هلا نلتقل للموضوع الثاني الجيش المغربي يصدم البوليسايرو من جديد شو اللي صار يا جماعة؟ قيادي عسكري آخر بجبهة البوليسايرو يلقى حتفه جراء القصف الجوي للقوات المسلحة الملكية أكدت مصادر من داخل مخيمات تندوف أن الضربة العسكرية المركزة التي نفذها سلاح الجو المغربي ضد قوة تابعة لإرهابي البوليسايرو لم تستقر عند مقتل البندير وإنما أطاحت أيضا بأبرز القادة الميدانيين للجبهة وقالت ذات المصادر أن الأمر يتعلق بالمسمى الناجم ولد الداي والذي يعد من كبار عسكري البوليسايرو والذي كان بدوره متواجدا مع القوى التي حاولت تنفيذ هجوم كر وفر على أفراد القوات المسلحة الملكية انطلاقا من المنطقة العازلة شرق الجدار الدفاعي المخرب وكانت الطائرة المقاتلة F-16 تابعة للقوات الجوية الملكية قد نفذت ضربة جوية مركزة بعدما رصدت طائرة استطلاع الدرون دون طيار تحركات القوى التابعة للبوليسايرو بعد اقترابة من الجدار الأمني المغرب حيث استعملت قيادة القوات المسلحة الملكية المعطيات الدقيقة التي توصلت بها من أجل توجيه مقاتلة F-16 لتنفيذ القصف الجوي والذي كانت دقيقا مية بالمية حيث تم تدمير القوى المرتزقة التي كانت تتكون من مدرعات وسيارات رباعية الدفع محملة بمدافع خفيفة بشكل كامل شي اللي منفه مهلاء؟ قيادة آخر من البوليسايرو تم قتله من ضمن القصف المغربي يلي صار هيك وصلنا لآخر الفيديو إن شاء الله تكون عجبكم لا تشتركوا بقناة فعلوا سر الجرس سنظل دايما تواصل تحطوا لايك يا جماعة خلفيديو انتشار اذا منصلت الضوء على موضوعها يلي هن النشطاء السياسيين الإسبان يلي عم يطالبوا من الملك الإسباني الأب أن يتدخل ويكون واسطة من أجل جلالة الملك محمد السادس يقبل وتنحل الأزمة بين المغرب وإسبانيا وذلك لضرورة إسبانيا بالعلاقات مع المغرب اكتبونا بالتعليقات شو لأيكم بهذا الشيء وهيك وصلنا لآخر الفيديو كل الحب والتغل سلام نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام أبناءنا إلى الأمام فكلنا في ذا الوطن يحيى الملك يحيى الوطن يحيى الملك يحيى الوطن شكرا للمشاهدة